راح اقول لك شغلة انت طلعت بهذا الفيديو حشيت هذا الكلام طوني الحش حينما بدأنا نرى ونسمع هذه الحفلات الماجنة صحيح وهذا الفجور فجور والعراق يحتذن الصاقطين من الفنانين الصاقطين ولو كانوا اصحاب فن حقيقي لقلنا لهم اهلا وسهلا ولكنهم من الصاقطين المبتذلين يأتون الى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف عشرات الالاف يتدافعون لمشاهدة انسان داعر فاسق مطرود كيف استساغت الام هذا وكيف سكت الاحرار هل سيقولون هذا مسؤولية الحكومة نعم الحكومة مسؤولة ولكن هذه المسؤولية الاكبر ليس على الحكومة الحكومة تمام مسؤولة عن تنفيذ القوانين والدستور ولكن هذه مسؤوليتنا نحن حلو لحظة الحركيون لحظة 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 تعال بسراء تعال تعال اولا لا تنطم الموضوع وتلغمطها تعرف كل الزيان السندباند لاند تعرف كل الزيان هسه انت تريد تسقط الحكومة وعندك استعداد تدفع ملايين الدولارات وياك احنا بس مثل ما انت الان واحنا مو ويا الكاظمي ولا مع الحكومة بس احنا ويا اللي نشوفها على ارض الواقع حلو من حقك فسق وفي جور وكل شيء اللي تقوله صح واحنا وياك تمام بس انا اريد اذكرك يا ابو سراء اريد اذكرك في حكومتك الصار طونيا انطوني بحكومتك الفيديو الثاني الصار يلا تفضل عينه بسراء تفضل حبيبي هذا شو كان في جور لا مو في جور هذا مو بحكومتك مادلي المطر هذا وين كان بيا حكوم هذولا كانوا تمام لو بس محمد رمضان في جور مادلي المطر مو في جور باوع 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 تفضل تدري مين استقبلها بالمطار بحكومتك هذا زين خلوها ويايا حتى الناس يشوفون في حكومة المالكي اللي هسا دا يقول هذا في جور وفي سوق لازم نقاتله ونحاربه وهي هاي الحرب الناعمة اللي دا يغزونه بيها وياك احناه بس راح أزيدك من الشعر بيت في بغداد عاصمة الثقافة لما راح ادفعت آلاف الدولارات لناس أخرجوا أفلام ما حشافها هناء محمد وأخوها كل فيلم بمليون وربع دولار وما طلع من باب دارة السينما والمسرح ما حشافها الكعكة الصفراء والكعكة المدري شنو أفلام ما تنشاف ومو كلها بعضها أفلام ما تنشاف أصحابها ما شافوها هذا وين كان بسراء هذا الفساد وين راح فلوس اللي انصرفت في بغداد عاصمة الثقافة وهذا واحد من عدهم هذا ما دليل مطر ما كان فسوق لو بس هسا صارت حكومة الكاظم يتجيب الفسوق هذا شنو جايين يصلون التراويح أبو اسراء ما غدا أرجع للسين دي بادناد مرة لخ لهنانا تمام من تطلع قبل ما يقشمروك ويقولولك اطلع احتي عن موضوع لطمس روحك اتذكر انه انت سويت باوع هاي هنانا كانت دا تقيم بيهم الليل كانت دا تصلي بيهم التراويح هذا موفسوق ترجمة نانسي قنقر